انتخب عبد الواحد الأنصاري عن حزب الاستقلال رئيساً جديداً لمجلس جهة فاس مكناس وحصل عبد الواحد الأنصاري الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب على أصوات 61 عضواً من أصل 69 يشكلون مجلس جهة فاس مكناس وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت نحن نؤمن باستمرار المؤسسات هذه المؤسسة كانت قائمة واشتغل من سابقونا على كثير من الملفات سنعمل على إرصاء الجيد منها وجويدي من هو أو ما هو غير ذلك في إطار طبعاً القانون وفي إطار القواعد الدستورية وفي إطار كما قلت قبل قليل لبعض المنابر في إطار إن شاء الله تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياعي داخل جهتنا ويضم مجلس جهة فاس مكناس 69 عضواً موزعين على تسع عمالات وأقاليم وهي عمالة تايفاس ومكناس بـ 12 مقعداً لكل واحد منها ثم تونات وتازا وصفرو وإفران ومليعقوب والحاجب وبولمان